السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله المكالمة اللي اسمعنا لها هي في مجملها الناس عندهم صعوبة في الحياة الحياة تبدو صعبة ونخفف هذه الصعوبة بان نلجأ الى مالك الملك نلجأ الى رب البريات نلجأ الى خالق السماوات والاراضين نلجأ اليه باكف الضرعة نلتمس منه العطاء نلتمس منه الكرم نلتمس منه الجود اقصر طريقة مختصرة هي ان الانسان يجابه هذه المشاكل وهذه الكروب بالتعاء اي نعم الانسان ينبغي ان يتخذ الاسباب والمسببات لان لكل علة معلول ولكل سبب مسبب ولكن احيانا لما يعجز الانسان يلتج مباشرة الى رب الاسباب سبحانه وتعالى ندعوه لكي يفرج عن الهم والغم ونحن في ليلة الجمعة فادعوكم ايها الاحباب الكرام ان ترفعوا جميعا اكف الضرعة الى الباري جلعلا ونقول جميعا بقلب خاشع الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا كاشف الغم يا منفس الكرب يا مجيب دعوة المضطر اذا دعاه سبحانك سبحانك ما اعظم شانك لا اله الا انت اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا رب العالمين نسألك يا رب العرش الكريم فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك ونسألك اللهم انسا وفرجا من بحر كرمك سبحانك سبحانك ما اعظم شانك نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة من ليلة الجمعة يا رحمن يا رحم والدعاء مستجاب وهذا وقت مبارك وقد امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابة وقلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم اللهم يا واسع الكرم يا كثير الجود اننا ببابك واقفون ولجودك الواسع منتظرون اللهم يا رب العالمين نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا رزقا حسنا اللهم ان نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا رب العالمين انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل يا ربنا معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا اللهم يا رحمن يا رحيم باسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك اللهم ان تجعل لنا ولجميع المسلمين والمسلمات اجعل لنا من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية يا رب ان نعود بك من الوباء ومن عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم فرجا قريبا ونسألك اللهم صبرا جميلا ونسألك اللهم العافية ونسألك اللهم الغنى عن الناس يا حنان يا منان اللهم ارزقنا خير الدين والدنيا والآخرة يا رب ارزقنا خير الدين والدنيا والآخرة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرةنا التي إليها معدنا يا الله يا الله اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم يا رحمن يا رحيم ندعوك باسمك الأجل الأعز وندعوك باسمك الأحد الصمب وندعوك باسمك العظيم الوثر وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الأركن كلها أن تكشف عنا الضر اللهم اكشف عنا الضر اللهم اكشف عنا الضر يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم يا رب العالمين يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا منجز الوعيد يا من هو كل يوم في أمر جديد نسألك اللهم يا رب العالمين أن تخرجنا جميعا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق اللهم أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم اللهم يا نافس الكرب يا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا اللهم يا رزاق يا كريم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين كما لا طفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا يا رب العالمين في قضائك وقدرك الذي قدرته علينا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم يا صارخ المستصرخين يا غوت المستغيثين يا رب العالمين إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم فرج عنا الهم ونفس عنا الكرب وقضي عنا الدين يا من تحل به عقد المكاره والشدائد يا صاحب الفرج اللهم عجلنا بالفرج لا فاتح لما أغلقت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت اللهم يا دلش عرش العظيم خذ بأيدينا في المضايق واكشف لنا وجوه الحقائق ووفقنا لما تحبه وترضاه واعصمنا يا مولانا من الزلل ولا تسلب عنا إحسانك وقنا مصارع السوء والطف بنا في سائل تسرفاتنا وكفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم عجلنا بالفرج ربنا يا ذا الجلال والإكرام عباد لك ضاقت بهم الأسباب عباد لك أغلقت دونهم الأبواب عباد لك بعد عن جادة الصواب عباد لك زاد بهم الهم والغم والاكتئاب اللهم يا رب العالمين عجل لنا ولهم بالفرج عجل لنا ولهم بالفرج يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يا عظيم الجناب اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تفرج عنا وعن عبادك المؤمنين ونسألك اللهم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين اللهم كل من مات لنا من الأحبة والأقارب اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة اغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب اغفر لنا ولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوم البيض من الدنس اللهم يا رب جميع أمواتنا أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وانقلهم يا ربنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا رب إذا قبضت أرواحنا فيمن كتابنا وبيض وجوهنا وتبث أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا يا مولانا جوار نبيك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل لحودنا رود من رياض جنة ولتجعل حفر من حفر النيران يا حنان يا منان يا عظيم الشام اللهم يا أمان الخائفين يا غيات المستغيثين يا مجيب دعوة المدطرين اللهم عجلنا بالفرج اللهم عجلنا بالفرج يا من ترفع إليه أكف الداعين وتخشع لعظمتي سلطان قلوب اللاجئين يا موضع كل شكوى وسامع كل نجوى أنت أرحم الراحمين وأنت نعم المولى ونعم النصير سبحانك سبحانك احرصنا يا ربنا بعينك التي لا تنام واكنفنا يا ربنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك علينا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء التي لا تحصى ويا دا الأياد التي لا تنقضي اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم إنا نسألك قلبا خاشعة ولسانا ذاكرة وجسما عابدا وعقلا متفكرا وعلما مؤيدا اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعة اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستغفر فغفرت له واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته واستودعك همه تبشرته بما يفتح مداخل السعادة في قلبه اللهم اشغلنا بذكرك عن كل ذكر وبطاعتك عن كل طاعة وصل اللهم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله اللهم صل وسلم أزكى الصلوات على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة تنجين بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا كاشف الغم يا منفس الكرب يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه سبحانك سبحانك ما أعظم شانك لا إله إلا أنت اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا رب العالمين نسألك يا رب العرش الكريم فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك ونسألك اللهم أنسا وفرجا من بحر كرمك سبحانك سبحانك ما أعظم شانك نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة من ليلة الجمعة يا رحمن يا رحم والدعاء مستجاب وهذا وقت مبارك وقد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة وقلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم أدعوني أستجب لكم اللهم يا واسع الكرم يا كثير الجود إننا ببابك واقفون ولجودك الواسع منتظرون اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا رزقا حسنا اللهم إن نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا رب العالمين إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل يا ربنا معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا اللهم يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك اللهم أن تجعل لنا ولجميع المسلمين والمسلمات اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب إن نعود بك من الوباء ومن عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم فرجا قريبا ونسألك اللهم صبرا جميلا ونسألك اللهم العافية ونسألك اللهم الغنى عن الناس يا حنان يا منان اللهم ارزقنا خير الدين والدنيا والآخرة يا رب ارزقنا خير الدين والدنيا والآخرة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخيرتنا التي إليها معدنا يا الله يا الله اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم يا رحمن يا رحيم ندعوك باسمك الأجل الأعز وندعوك باسمك الأحد الصمب وندعوك باسمك العظيم الوثر وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الأركن كلها أن تكشف عنا الضر اللهم اكشف عنا الضر اللهم اكشف عنا الضر يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم يا رب العالمين يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا منجز الوعيد يا من هو كل يوم في أمر جديد نسألك اللهم يا رب العالمين أن تخرجنا جميعا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق اللهم أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم اللهم يا نافس الكرب يا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا اللهم يا رزاق يا كريم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا يا رب العالمين في قضائك وقدرك الذي قدرته علينا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم يا صارخ المستصرخين يا غوت المستغيثين يا رب العالمين إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم فرج عنا الهم ونفس عنا الكرب واقضي عنا الدين يا من تحل به عقد المكاره والشدائب يا صاحب الفرج اللهم عجلنا بالفرج لا فاتح لما أغلقت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت اللهم يا دلش عرش العظيم خذ بأيدينا في المضايق واكشف لنا وجوه الحقائق ووفقنا لما تحبه وترضاه واعصمنا يا مولانا من الزلل ولا تسلب عنا إحسانك وقنا مصارع السوء والطف بنا في سائل تصرفاتنا واكفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم عجلنا بالفرج ربنا يا دلجلال والإكرام عباد لك ضاقت بهم الأسباب عباد لك أغلقت دونهم الأبواب عباد لك بعد عن جادة الصواب عباد لك زاد بهم الهم والغم والاكتئاب اللهم يا رب العالمين عجلنا ولهم بالفرج عجل لنا ولهم بالفرج يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يا عظيم الجناب اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تفرج عنا وعن عبادك المؤمنين ونسألك اللهم أن ترحم موتانا وموت المسلمين اللهم كل من مات لنا من الأحبة والأقارب اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة اغفر لنا ولهم ولجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب اغفر لنا ولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب البيض من الدنس اللهم يا رب جميع أمواتنا أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وانقلهم يا ربنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا رب إذا قبضت أرواحنا فيمن كتابنا وبيد وجوهنا وتبث أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا يا مولانا جوار نبيك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل لحودنا رود من رياض الجنة ولتجعل حفر من حفر النيران يا حنان يا منان يا عظيم الشام اللهم يا أمان الخائفين يا غيات المستغيثين يا مجيب دعوة المدترين اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج يا من ترفع إليه أكف الداعين وتخشع لعظمتي سلطان قلوب اللاجئين يا موضع كل شكوى وسامع كل نجوى أنت أرحم الراحمين وأنت نعم المولى ونعم النصير سبحانك سبحانك احرصنا يا ربنا بعينك التي لا تنام واكنفنا يا ربنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك علينا اللهم ياد الجلال والإكرام ياد النعماء التي لا تحصى وياد الأياد التي لا تنقضي اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم إنا نسألك قلبا خاشعة ولسانا ذاكرة وجسما عابدا وعقلا متفكرا وعلما مؤيدا اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعة اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستغفر فغفرت له واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته واستودعك همه تبشرته بما يفتح مداخل السعادة في قلبه اللهم اشغلنا بذكرك عن كل ذكر وبطاعتك عن كل طاعة وصل اللهم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله اللهم صل وسلم أزكى الصلوات على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله